بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرار Principles of Engineering Design بنبدأ مع بعض شابتر 10 Power Screws من طبيكس اللي هنتكلم عليها أول حاجة Introduction تاني حاجة Applications أو تطبيقات مختلفة ثم Types of Screw Threads أنواع ال Screw Threads المختلفة اللي بنستخدمها في ال Power Screws ثم Torque Required to Raise Load by Square Thread تحديد قيمة التورك لازم لرفع الحمل Torque Required to Lower Load by Square Thread تحديد قيمة التورك اللازم لخفض الحمل ثم Efficiency of Square Thread أو كفاءة Square Thread بعد كده وآخر حاجة هنتكلم على Stresses in Power Screws أو الإجهدات في Power Screws طيب Introduction أو كما دخل بنقول أنه The Power Screws Are Used to Convert Rotary Motion Into Linear Motion يبقى ال Power Screws بتستخدم في تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية ال Rotary Motion إلى Linear Motion طيب ده بيتم مثلا عبر أحد التطبيقات ولياكم مثلا على سبيل المثال اللي احنا شايفينه قدامنا ده الرافعة اللي بتستخدم فيه رافع السيارة هنلاحظ هنا أنه بدوران الجزء ده هيحصل أنه الجزئين دول إما يتبعدوا أو يتقاربوا على حسب طبعا اتجاه الحركة والتباعد ما بينهم هيخفض الجزء ده والتقارب ما بينهم هيرفع الجزء ده يبقى كما لو كنت أنا باتجاه الدوران بتاعي بالشكل ده كده أو العكس برفع الجزء ده اللي هو بقى بيبقى متسبت هنا الجزء السفلي بتاع السيارة أو بخفض الجزء ده يبقى كده أنا استخدمته في عملية الرفع والخفض كمان عندنا تطبيق تاني مختلف نفس الغرض لكنه بعلق جزء هنا كده وبأحركه حركة دورانية فبيرتفع الجزء العلوي هنا الجزء ده أو بينخفض على حسب اتجاه الدوران أيضا عندي من ضمن التطبيقات المختلفة الأبليكيشنز في عندي سكرو بريس سكرو بريس ممكن إنه هو يدوي بالشكل ده كده بطبق حركة دورانية هنا فبالتالي بيخفض الجزء ده وبيبتدي يضغط على الماتيريال اللي هنا وفي سكرين هنا أو شبكة بيخرج منها العصارة هنا والمادة الصلبة بتظل في الأسفل بعد كده يمكن إخراجها ده طبعا اللي هو سكرو بريس اليدوي أو المكبس اليدوي في عندي المكبس الآلي بالشكل ده كده بتطبيق الدوران هنا على العمود ده بياخد المادة دي المادة دي أنا بعمل لها عملية فصل أو عملية إزالة للعصارة من المادة الصلبة فبالتالي أثناء الدوران بياخد الجزء ده ويضغطه وينزل العصارة هنا بتنزل من الجزء ده والمادة الصلبة بتنزل من هنا دي التطبيقات المختلفة لل Power Screw وبنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله